اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا بكم في قناتي اذا ما عملتوا سبسكرايب بهاي القناة اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح يمكن كلكوا سمعتوا انه فيه فيروس جديد في الصين وفيه واحد توقفينه وصار فيه رعب وناسب طلع صارت نكت وكلام بس حبيت اشرح لكم شو هو الهانتافيروس او باسمه العلمي هو أورثو هانتافيروس الأورثو هانتافيروس هذا فيروس موجود من 1976 اول ما بدأ بدأ في مكان في كوريا الجنوبية بعدين انتشر الاسم هانتا هو جاء من اسم نهر موجود في كوريا الجنوبية والتصق في هذا الاسم طبعا هو موجود عادة في القوارض مثل الفئران والجرادين ولكن لا يسبب لهم أمراض ينتقل للإنسان عن طريق البول تبعت هاي القوارض او البراز او اللعاب فهو ما بنتقل بالأكل بس بنتقل عن طريق هذه الشغلات الثلاث صعب انه ينتقل من إنسان لإنسان مع إنه سجلت حالات في ذلك ومعظم هذه الحالات جاءت في جنوب أمريكا من 2004 او 2005 إلى 2019 وموجودة هذه الحالات مثبتة قليلة جدا لكنها مثبتة طبعا أعراضه هو بسبب زي حرارة زي بدايته حرارة لكن بعدين مثل الرشح بعدين بتتطور بتسبب نزيف داخلي نزيف كلوي حاد وبسبب مشاكل في الرئى ومشاكل في القلب فهو قريب كثير فعلا على فيروس الكورونا لكنه يختلف اختلاف كله ومن عائلة أخرى وطريقة دخوله للجسم وللأسف تأثيره أكثر فتكا من فيروس الكورونا لكن الحمد لله أنه هو قليل الانتشار سريع القتل نسبة قتله أكثر لكنه قليل الانتشار ينتقل من إنسان لإنسان عن طريق اللعاب والسوائل من مريض لمريض أهم شغلة زي ما حكينا هو الابتعاد عن هذه السوائل الابتعاد عن الفئران والوسخ تبع الفئران والبول تبعهم غسل اليدين جيدا مهم جدا عدم نقل هذا الفيروس طبعا الأعراض تظهر بعد 7 إلى 14 يوم وطبعا يوجد لقاح اسمه هانتافاكس طبعا طعم هو ضد هذا الفيروس لكنه غير معتمد حاليا من منظمة الصحة العالمية ما بعرف ليش مع إنه جيش الكوري سمعت إنه كلياتهم بتلقحوا ضد هذا اللقاح وبستخدموا الآن طبعا الأسف إنه إذا العراض كانت بسيطة فما بحتاج إشيه لكن معظم الحالات المريض بحتاج إلى hospitalization إنه يدخل المستشفى ويأخذ أكسجين وإلى طرق طبعا علاج أخرى عشان يوقفوا الفشل الكنوي والنزيف الداخلي موجود في كل العالم موجود في كندا موجود في أمريكا موجود في ساوث أمريكا موجود باقي العداد كانت قليلة جدا كندا كان موجود فيها من 1998 إلى 2014 تقريبا في حالات اكتشف تم تسجيل 109 حالات الرقم قليل جدا لكن اللي مات منهم 29% نسبة القتل بتزيد عن حوالي 30% من اللي مرضوا في هذا المرض طبعا الحالة الجديدة اللي تم تسجيلها هي في منطقة اسمها ينان في تشاينة واحد كان طالع في باص من منطقة لمنطقة توفى في الباص فلما عملوا له التحليل سبب الوفاء وجدوا انه صار في معانا زيف داخلي من الأورثو هنتا فيروس وهذا اللي سبب ذعور طبعا انا عم بيحاولوا انهم يشوفوا كل اللي كانوا معاه في الباص ويراجعوا الحالة يعني هي حالة واحدة فما في داعي انه نعمل ذعور منها ولا انه نعمل منها واو 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 أحبيت بس أشارككم بالمعلومات تتعرفوا شو هي فيروسات كتير في حوالينا كل يوم بتقتل ألاف ومئات بس الأسف عشان الآن موضوع الحالة العالمية فهذا هو السبب أحبينا بس ننوركم السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد